نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بتعاون مع جامعة طنطا قافلة في قارية صفت تراب بمركز المحل الكبرى بمحافظة الغربية وتم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي والصرف العلاج بالمجال لألف وأربع حالات كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لاثنين وسبعين مواطنا وزراعة خمسين شجرة مثمرة كما قدم أعضاء هيئة تدريس بكليات التمريض محاضرات توعوية لأهالي القرية في الإصعافات الأولية والأمراض المزمنة